يعاني سكان بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة من ويلات مكب النفايات التابع لبلدية الاحتلال القريب من بلدتهم وبات يؤثر على كافة مناح حياتهم قصة هذه المعاناة بدأت منذ ثلاث سنوات عندما قامت جرفات الاحتلال بنقل اتربة لمكان هذا المكب ليظهر لاحقا انها مخلفات وفضلات اسرائيلية ترمى في المكان قبل 40 يوم بلشت الدخان الابيض ينبعث من بطن الارض فهذا الدخان كان سيء الريحة وخطير جدا ولا يطاق بحيث انه لا نستطيع ان نجلس باب البيوت ولا نخرج من البيوت ولا نستعمل الكندشينات وكانت حالة يرثلها بعد الدخان يكون هناك تشتعل النار ونحضر الاطفائيات يكون الاطفاء النار المكب المقام في بلدة جبل المكبر ترمى فيه نفايات مستوطنات غربي القدس بما فيها من مواد كيميائية خطيرة ومخلفات مستشفيات وغيرها من المواد الكيميائية ما يؤثر على سلامة سكان المنطقة خاصة ان خطورتها تتضاعف عندما يتم احراقها اجزم بان هنا مخلفات كيميائية احضرت من مناطق الاسرائيلية في الشمال لهذا المكان فاعتقد انه هي عبارة عن مواد مصرطنة ومخلفات مستشفيات ومواد كيميائية التفاعل تحت الارض على رجال الاطفاء اتلاف ملابسهم عند عودتهم إلى بيوتهم وانهاء الخدمة وانهاء العمل في هذا المكان مكرهة صحية باتت الاراضي التي تشتعل فيها نيران النفايات بفعل الاحتلال وتؤثر ايضا على سلامة التربة والمياه وليس فقط على سكان المنطقة نهاد حجازي القدس